توجى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة توجى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة قد شهد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بالنجاح الكبير لسباق سموه الليلي مؤكدا أن نجاح السباق جاء بفضل المشاركة الكبيرة والنتائج الجيدة التي تحققت من قبل جميع الفرسان المشاركين في السباق بعد الأداء الفني الكبير الذي قدمه جميع الفرسان الإصطابلات المشاركة مؤكدا أن ما قدمه الفرسان يعكس مدى تطور الفني الكبير الذي وصلت إليه له القدرة البحرينية وقد أعرف سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة عن تفاؤله بمستقبل زهر القدرة في السباقات المقبلة على المستوى المحلي بعد نتائج المتميزة التي قدمها في السباق عطفا على بروز العديد من المواهب الرياضية وتنوع الفائزين في المراكز مؤكدا سموه أن الفريق الملكي يسعى دائما إلى اكتشاف المواهب وأبرزها وصقلها وقد هنأ سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة الفرسان الفائزين بالسباق وعرب عن تقديره لجهود جميع عضاء اللجان العاملة في البطولة مؤكدا الدورة البارزة لهم في نجاح منافسات البطولة والتي نالت الإشادة الكبيرة من قبل جميع المتابعين الذين حرصوا على متابعة السباق منذ بدايته حتى المراحل الأخيرة وأكدا سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن السباق شهد نجاحا كبيرا بفضل المشاركة القوية والكبيرة من قبل فرسان الإصطابلات المختلفة الذين حرصوا على التواجد والمشاركة في هذه السباقات وشهد سموه بالمستويات الفنية الرفيعة التي قدمها جميع الفرسان والتي جاءت مثيرة ومتميزة مشهدا بالجهود الكبيرة التي بدلتها جميع اللجان العاملة والمنظمة البطولة الأمر الذي وفر جميع أسباب النجاح لها ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة